مرحبا طالباتنا مع دار الجديد لمادة الأحياء للصف الرابع العلمي وموضوعنا لهذا اليوم يتكلم عن أمثل عن السلوك لدى الحيوانات أدنا أول مثال عن سلوك الحيوانات أول مثال أدنا هو سلوك التغذي إذن الحيوانات المختلفة تظهر لكثير من الخصائص التركيبية من أجل حصول على الغذاء ومن أمثلة عن سلوك التغذي عدنا عدة أمثلة عدنا أول مثال عدنا مثل النمل الذي يحمل أزاء من أوراق النبات إلى النفق أو المكان الذي يعيش فيه حيث ينمو على هذه الأوراق الفطريات فعند تفسخه يتغذى النمل على هذه الفطريات وعندنا مثال آخر هي العناكب تقوب بنسج البيوت للحصول على الغذاء وعندنا مثال السنجاب الذي يكون هو من اللبائن الذي يجمع غذاءه ويخزنه خلال فصل الصيف لكي يكون له خزين خلال فصل الشتاء لكي يستفاج منه خلال فصل الشتاء هذا أول سلوك الذي تكلمنا عليه هو سلوك التغذي واخدنا بعض الأمثلة أن مثال آخر عن سلوك الحيوانات اللي هو سلوك الهروب أو سلوك التخفي وسلوك عفوا التخفي إذن يمثل هذا السلوك اللي هو يكون الهروب أو التخفي هو وسائل للحفاظ على النوع وبقائه فالحيوان يبتعد من منطقة الخطر أن يحس بأن يكون هناك وجود خطر فيبتعد عن هذا المصدر وذلك حسب الأساليب المستخدمة عنده اللي هي عن طريق حركته أو مدى تطور جهازه والعصب وأعضاء الحس فإن أمثلة علي أيضا عن هذا السلوك أن الطيور الطيور تكون أكثر استجابة للمنبهات عند حدوث الخطر وذلك تستخدم الأجنحة لتمثل لأحد من هذه التكيفات والتراكيب اللي تقدر بها أن تهرب عندما تشعر بوجود الخطر أما بالنسبة للسلوك التخفي فيشمل التنكر والتقليد عندنا أمثلة عليها اللي هي مثلا عندنا بعض أنواع الحشرات اللي هي مثلا عندنا يختفي فرس النبي فيأخذ شكل الورقة النباتية التي يعيش عليها في المظهر والحركات وكذلك عندنا مثال آخر تتخفى حشرة عصر راعي التي يشبه مظهر والسيقان النباتات التي تعيش عليهم عندنا بعض الصورة عندنا شكل نالي موجودة بالكم تسعة تسعة هي التخفي عند الحيوات إذا تلاحظون هذه الصورة الأمامكم عندنا سلوك آخر يتخذ أيضا الحيوان اللي هي سلوك الهجرة ما هي الهجرة؟ الهجرة هي حركة مباشرة من مكان لآخر ثم العودة الدورية إليه إذن شنو معنى الهجرة؟ هي الحركة المباشرة من مكان إلى آخر ثم العودة الدورية إليه وعدنا مصطلح آخر اللي هو يسمى مصطلح الاغتراب وإيضا يسمى بالهجرة الخارجية ما معنى مصطلح الاغتراب؟ وهي هجرة الأفراد إلى خارج مناطق نشوءها تمام إذن هجرتها خارج من ناطق نشؤها وعدم العودة إليها إذن تسمى أيضا الهجرة الخارجية وهذا سميته الهجرة الخارجية يعني شنو عدم العودة إليها وأدنى مصطلح آخر اللي هو الاستيطان فالاستيطان هذا المصطلح هو يشير إلى هجرة الأفراد إلى منطقة معينة لم تكن قد دخلتها من قبل يعني مكان جديد معناته أدنى أمثل عليها اللي هو هجرة سمك السلمون أدنى هو مثال للهجرة حيث يقضي هذا السلمون هو حيوان يكون صاعد يعني ما معنى حيوان صاعد يعني يهاجر من البحر إلى النهر إذن فترة حياته الأولى وين تكون؟ في البحر ولكن عند البلوغ راح يهاجر وين؟ يهاجر إلى المياه العذبة اللي من العذبة نقصد بها مياه الأنهار وذلك لوضع البيض وفي الغالب يقوم الكثير من الانواع برحلة وحدة لوضع البيض وبعدها يموت أدنى هذا مثال عن سلوك الهجرة أدنى مثال آخر للسلوك الهجرة هي سلوك هجرة الطيور إذن معناه عدنا هنا مثال هي هجرة السمك السلمون وعدنا هجرة الطيور عدنا مثال آخر عن سلوك الحيوانات عدنا هو سلوك الأودى إلى المنزل يعني حقا إلى مكان موقع السكن مالي عدنا تستطيع الكثير من الحيوانات أن تعود إلى موطنها من خلال تكيفات تركيبية ووظيفية عدنا بعض التكيفات التي تقدر أن ترجع إلى مكانها الأصلي مثلا أدنى الأسماك تعود إلى مساكنها تستخدم حاسة الشم والحمام تقدر الحمام التعرف عن المسكن إلى قوة بصرها وإلى الذاكرة القوية يعني الحمام تقدر أن ترجع إلى مكانها بالاعتماد يعني شنو إذا بسبب قوة بصرها والذاكرة القوية اللي أدهب اللي ساعدها على العودة أدنى هاي مثاليا عن سلوك العودة إلى المنزل أدنى السلوك الآخر الذي تقدر الحيوانات إلى سلوك التكاثر والمغازلة ورعاية الصغار إذن يعني سلوك التكاثر هو من مميزات السلوك الاجتماعي إذن وشنوه من سلوك الاجتماعي لدى الحيوانات فسلوك التكاثر يسير تقابل الذكور والإناث وتآلفها وقد يستهلك ذلك كثيرا من الوقت والطاقة في حالة الحيوانات التعيش في أزله فأنا مثال أن الطيور ينتعيش في مستعمرات قد تحدث أصوات وتقوم بعروض غزل وتسبب أيضا تغيرات هرمونية في الأفراد الأخرى قبل عمليات التزاوج وأدنى مثال آخر أن مستعمرات النوارس الكبيرة هم يوجد فيها تحفيز اجتماعي أيضا للتكاثر فهي تنتج من الصغار في العش الواحد عددا أكبر مما يوجد في حالة المستعمرات الصغيرة أدنى بالنسبة للرعاية الأبوية في الحيوانات التي تستخدمها إلى صغارها أدنى تضمن هذه الرعاية الأبوية في الحيوانات عملية رعاية صغارها أدنى مثال النمل تقوم بحراسة البيض ورعايته وبالنسبة للطيور رعاية الصغار بعد الفقس والولادة بالنسبة للطيور أدنى سلوك آخر اللي هو السلوك الاجتماعي للحيوانات ومن أدنى السلوك الاجتماعي للحيوانات هي مستعمرات أدنى النحل قطعان الماشية وتجمعات أسماك السردين وأسراب طيور الزرزور إذن أدنى أربع أمثلة عن السلوك الاجتماعي أدنى السلوك الاجتماعي يمكن أن يقول عليه أن أي شكل من أشكال التفاعل الناتج عن استجابة حيوان لآخر من نفس النوع هو يمثل سلوك اجتماعي وعدنا أيضا هم بعض الأمثلة عن هذا السلوك الاجتماعي اللي هو تجمعات الفراشات المنجذبة إلى الضوء ليلا وأدنى مثال آخر هو تجمع أسماك السلم في أكثر أحواض النهر برودة إذن هذه معناتها هي عبارة عن تجمعات حيوانية مستجيبة للمؤثرات البيئية اللي حولها فأدنى ذكرنا هاي عن الأمثلة عن أيضا هم السلوك الاجتماعي وهل فائدة أكل التجمعات الاجتماعية؟ طبعا هناك فائدة مميزة التجمعات الاجتماعية إلا وهي الدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترزة يعني إذن معناتها لها فائدة هذه التجمعات الاجتماعية انتهينا من موضوع اللي هي السلوك الحيوانات وتعرفنا عن عندة أمثلة عن سلوك الحيوانات الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الانتخاب الطبيعي إذن للعوامل البيئية رح تتكلم عن الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي أن العوامل البيئية تأثير في الكائن الحي طبعا أكيد كل كائن موجود في بيئة معينة رح يتأثر في البيئة اللي عايش بيها وأكيد رح يتكيف ورح يحصل بعض التغيرات عليه فإذن بعض التكيفات اللي تحصل معناته في هذا الكائن الحي وذلك ما السبب وذلك يتمكن من التغلب على الظروف الغير مناسبة وذلك يحافظ على نوعه من الانقرار وكان داروين هو أول من تنبه إلى هذه التغيرات وما نلاحظ يعني قام بزيارة مكانين أو جزيورتين ولاحظ كالآتي واستنتج من الاثنين عند زيارتهم لاحظ أن التغير موجود بين أفراد النوع وبعض الفروقات تورث إذن لاحظ أن يكون تغير بين أفراد النوع نفسه يعني مو شرط من نوع إلى نوع من نفس النوع وجود التغير وبعض الفروقات قد تورث يعني هذه الفروقات الموية قد تتورث عبر الأجيال وأيضا لاحظ ينتج النوع في كل جيل أبناء أكثر من هؤلاء الذين يبقون إلى طور التكاثري فعني الأفراد اللي يبقون ويتكاثرهم هم اللي يحددون طبيعة الجيل الثاني ولاحظ أيضا أن الأفراد اللي يحملون هذه التغيرات سيكونون أكثر تكيفا لكي يبقون في ظروف معينة إذن وذلك يسهمون بالنسبة على في الأبناء للجيل الثاني وبالنسبة النقطة الرابعة اللي لاحظة أيضا هي عملية البقاء الانتقائي والتكاثر يؤدي إلى تؤدي عملية البقاء الانتقائي إلى التشتت بين الكائنات الأضوية أدنا مثال على الانتخاب الطبيعي اللي هو شنو هذا المثال هو استخدام المبيدات مقبل الإنسان يستخدام المبيدات ضد الحشرات وهو كان سبب في نشوء شنو جيل جديد لكي يقاوم المبيدات هذا مثال على الانتخاب الطبيعي إذن أقولكم ذكروا مثال عن الانتخاب الطبيعي هو استخدام المبيدات من قبل الإنسان للقضاء على الحشرات إذن هذا مثال على الانتخاب الطبيعي عدنا موضوع آخر نطلق إليه اللي هو موضوع التعاقب ما هو التعاقب؟ التعاقب هو التتابع المنظم للمجتمعات الأحيائية المختلفة في بيئة معينة وأبرى فترة من الزين وهذا التعاقب اللي يحصل يكون يقود هذا التغير يكون في المجتمعات الأحيائية إلى تكوين مستعمرات في المناطق الجرداء إذن معناته رح يؤدي إلى تكوين مستعمرات جديدة هاي بالنسبة لموضوع التعاقب وهناك كثير من العوامل التي تلعب دورا في هذه التغيرات ما هي هذه العوامل؟ نجي نعرف شنية العوامل أولا الحرارة ثانيا الضوء ثالثا الرطوبة رابعا التبخر والرياح وغيرها من التغيرات التي تؤثر عفوا ما هي العوامل التي تؤثر على هذه التغيرات بالنسبة للتعاقب أدنى أنواع التعاقب الأساسية أنواع أساسية عفوا هي أولا تعاقب الابتدائي والتعاقب الثاني ما المقصود بالتعاقب الابتدائي والمقصود بالتعاقب الثاني؟ أن التعاقب الابتدائي في هذا النوع رح تظهر الأحياء لأول مرة في الموقع البي إذن في هذا التعاقب رح تظهر الأحياء لأول مرة في الموقع البي التي لم تكن قد ظهرت في أي كائنات حي يعني معناها مكان جديد وهذا يمثل النوع الإحياء اللي يظهر ابتداءً اللي أول نوع اللي يظهر شي سموه اللي هو الكائن الرائد ويتسمى عدنا المجتمع مصطلح آخر المجتمع الرائد وهو اسم يطلق على المجموعات الأولى من النباتات والحيوانات اللي تنجح في الاستقرار عدنا هنا مصطلحين الكائن الرائد والمجتمع الرائد إذن المجتمع الرائد من مقصود به هو اسم يطلق على المجموعات الأولى من النباتات والحيوانات للتنجح في الاستقرار عدنا النوع الأساسي الآخر للتعاقب اللي هما يسموه التعاقب السالح في هذا النوع من طراز التعاقب رح تكون البيئة قد احتلت من قبل كائنات حية أخرى في وقت سابق إلا أنها اختفت إذا أنها اختفت يعني معناتها في هذا النوع قد يظهر في بيئة يكون موجودة بها كائنات تمام؟ يكون بها كائنات موجودة إنما هاي اختفت لسبب أسباب غير مناسبة احتمال سبب عوامل ملاخية أو تدخل الإنسان عدنا مثلا امثلة احتمال ظروف حرائق أكيد رح تختفي بها الكائنات التحصب بعمل البرق أو بواصل الإنسان أدنا حدوث الفيضانات العواصف العاصر الزلازل وغيرها إذن معناته هذه سبب من اختفاء الكائنات الحية وغير ذلك من هذه العوامل قد تزيل هذا التعاقب الابتدائي وظهور المتجمعات احيائية جديدة في هذه البيئة هو يمثل تعاقب ثانويا هو ظهور تجمعات احيائية جديدة في هذه البيئة بالنسبة تكلمنا عن أنواع الأساسية للتعاقب تتكلمنا عن التعاقب الابتدائي والثانوي الآن عدنا موضوع آخر هو التعاقب في البيئات الأساسية هناك عدنا نوعين في البيئات الأساسية عدنا التعاقب المائي والجفافي عدنا نوعين أساسين هما التعاقب المائي والجفافي نجح نتكلم عن التعاقب المائي التعاقب المائي اللي هو شنوى يكون عدنا نوعين تعاقبي أما في المياه العذبة أو تعاقب بحري إذن نوعين نجح نتكلم عن النوع الأول من التعاقب المائي اللي هو في المياه العذبة أنها رح تختلف أنماطها في هذه المياه وذلك بسبب أولا لحجم المسطحات المائية ثانيا حركة المياه فيها إذن يعودنا سبب اختلاف هذا التعاقب بسبب حجم المسطحات المائية وحركة المياه فيها أن حركة المياه قد تؤدي إلى تراكم المواد الطينية التي تجعل من هذه المسطحات أكثر ضحلة وقد يتحول المسطح المائي إلى موطن مستنقع عند استمرار تراكم مواد ترابية لعدة سنوات ويؤدي إلى تكوين